الجوخورية الأولى لا تكون الله في التحليل نعمًا فرناه ومشاورات التي سوف تكون هي البرنامج على الظالم لا نأكل لدينا لا نتكلم هل سوف يتم إجاباءهم من قومهم لا يوجد إجاباء هذا على مهدف إنها حاولة هذه هو في لتشاركهم لا يوجد إجاباء نا سوف نحن في الأفرنط من الناس بشكل مهدف لأنها تكون لديها مصدقية عالمية هذا هو الوغنية 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 كين فريمان يسأل المسكين كيف يمكنك كيف يمكنك اجتماعيك المسكين لكي تتعاق هل يستطيعون تيارات في قيادة في الخارج لأنه لن أقول يجب أن يتعاق يجب أن يخرج ويبدأوا هذه خارجية لازم من الداخل حتى اللي شي يتقول لكم خليتهم يموتوا حتى اللي كانوا معاكم ودوروا الفيستات ديتهم الحبس حتى اللي يديروا شوية ما كانش حكومة في الداخل ما كانش حكومة في الداخل عمرها لتكون في الداخل طورة عمرها لقيادة السياسية حتى تكون في الداخل هذا بحشة بفهم ليقول هضر أخلاف هذه أجمع راهوا حركي خائن للطورة سيئة تعالي في رئيولتين كل سمسيطة إذا كانت يرغب في القدرة نبباً الأولي هو تقلل انهي قد أحضر انهي تقلل ليست ديكتوري إنه ليست برجل الالجل فهلاً رفع مفاية مفاية المتادة عن مفايا كامل وقد كانت Sylvie الذي يمت لتشكيلك تبغنل كم صغيرة تبغنل كم صغيرة تبغنل كم صغير عندما تتركز هي في الخارج العرب قدنهاك ما يغلبهم إلا الشعب لو يلتحم مع حكومة مثلا كيفاش يعرف على الشعب لما الحكومة هذه تعلن على الشعب الجزائري في الحالة هذه لما تزول أمر الشعب الجزائري مثلا اليوم واحد ما يخرج من الضار والعالم يشوف باللي ريكارتي فارغين يفهم باللي الشعب التحم بقيادة الوضع يتطغير في الدول لأن الدول عندها مصالح في الجزائر ومشيقة في الجزائر في المنطقة ككل يكملوا حساباتهم يعودوا كل حساباتهم وتولي الحكاية لما تميل الضفة لشعب كامل قيادة طورية سياسية وحكومة في المنفا أما الجماعة نتعب بانضية لا يتحدثون بانضية هذه البانضية كيف تفاهمون لا يتحدثون الارمية لا يتحدثون الجيش الحقيقي الجيش هو من الشعب أقول لكم هو الشعب الذي يحرر الجيش لم تفهموه ما يتحدثون الارمية والسفارات من الجزائر يفهموها ووزارات الخارجية تعدون العظمة يفهموها حتى ولك الشعب لا يفهمها هذا يفهمو ما عندها يفهمو ما عندها شعب عنده قيادة والطورات اللي صارت بكل تلموا حرصوا أنه ما تكونش قيادة عمرها لا نجحت في العالم بإسراء بعد الطورات التحرورية الطورات الطويرية ما نجحت ضد لوني وكولونياليزم واحدة فيهم منجحت على بسك واحدة فيهم ما أست قيادة سياسية وآمنت بها ومشيت لأن المشروع واضح عهد بين الحكومة تعلوحدة الوطنية في المنفا مع الشعب أنها في المرحلة الانتقالية تسعى إلى إقامة أسس دولة القانون اللي نمشيوا عليها بكل من بعد وتنطلق الجزائر بلا منهلكو المؤسسات سأقوم بذلك للا حسنًا مد خلصة تمبعد جوفر لدبعا اي لكثير لم يترجم اللي خلق المجار لغätzlich مشاهدة هد لغاظت بنا على مجارب يعني نديرو ماشي نشرفو عليه والله نشرفو عليه هد لغاظت المشروع اللي خلق هد لغاظت من من وضبراه كم يسينارجي وبال نشينا لغاظت زوجة فيها كمل تيارت حولها هدف واحد ننتصره برب إن شاء الله قبل نهاية السنة هذه نضربهم نضربها لكن 2019 خلخلتهم شوية وفاقوا بسك كتر خير الناس اللي هداك الوقت لم طبطبين اللي قالكم ما ديروش قيادة دزوكم على وجوهكم دركها جاء الوقت هاكم اراكم تشوفوا حاكم المالية بسك خلاها وزادوا الدودة مليارد دولار بسم الكوفيل اوَنْجِكتومهم صوى ديزان فلإة صلوى decمي تلما مقدرشة اللي قبل قلقل POS لذيبون كم لمطاطرة websذا لفار عادة اللي کانی دور كي بوط بي للا واحد الوقت لوقت الى 50یم ماند لننت بوبل زغماتي attention اوَنْوَنْدَرْ لَا پودلور ساوانت لَوَارْ تُوهِ لَوَا رَيخْ رَيخْ الْحِبْسِ لَكِنْ هوا تَنِي لديك الموضوع بحق الموضوع بحق الموضوع له نقال الموضوع الس sleek الموضوع اخطأ من السلم ناجعو لسام بس قليم لوكاء نرجع للصح أجمع ماشي ماشي حكومة وطنية في المنفى وما تغلطوش هم موش يديرو أول خطة يحطوها يخلقوا نفس الفكرة مع ناس أخرين باش يقسموا لا لا حكومة وحدة والفكرة اللي يخلقوها نحن ندخلوها ونفجروها من الداخل الخطرة هذه خليناكم فجرتوا بلس داري بيبليك خليناكم فجرتوا أمارات لأنه لم يكن الوقت أننا ندخلوا دور كان ندخلوا دورنا نحن نفجرو ماشي نتوما نتفجرو نحن لنفجرو ماشي نتوما نتفجرو لأني أخير نحن نتوما نحن نتوما نحن 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 نتوما نحن ندخلوا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر